بسم الله الرحمن الرحيم معكم محمد حماد Assistant Professor of Food Hygiene Department of Food Hygiene and Control Faculty of Veterinary Medicine University of Southern City Egypt أهلا بكم في محاضرة جديدة من سلسلة محاضرة الميتهيجين محاضرة رقم 16 16 Lecture Lecture number 16 وهي بعنوان Judgment of Bovine Tuberculosis The aims of correct judgment عموما يعني أنا إيه فايدة الإحكام بتاعتي على الأمراض عموما أول حاجة مهمة جدا بالنسبة للحكم على المرض السل يعني اللي هو Prevention of Human Infection إن أنا لما بعمل Correct Judgment بحمي Human من Infection النقطة التانية اللي هو Avoiding unnecessary condemnation إن أنا لما بعمل Correct Judgment إذن أنا بعمل Condemnation للcorrect Part وبالتالي Avoid unnecessary condemnation النقطة التالتة المهمة جدا وهي To differentiate between localized and generalized tb طيب إيه هو Generalized وإيه هو localized إيه هو هذا اللي هنعرفه وديه النقطة الأساسية ديه النقطة الأساسية في المحاضرة بتاعتنا وهو التفريق بين localized tb والgeneralized tb التعرف على localized بداية ثم الحكم عليه ثم التعرف على generalized والحكم عليه ولما تعرف على generalized لازم أعرف هل هو acute ولا chronic لأن ده له حكم وده له حكم فده المطلوب من المحاضرة كلها بتاعتنا إن أنا أفرق باللي اتنين دول وأحكم عليهم من خلال اللي إحنا هنقوله في المحاضرة بتاعتنا إن شاء الله فعندنا نبدأ بالأول اللي هو localized اللي هو localized اللي هو لديه عبارة عن حالة من ثلاثة اللي هو لديه عبارة عن حالة من ثلاثة الحالة الأولى إنه يبقى فيه عندي disease confined to one organ أو has extended to several organs or parts of the body بشرط without invasion of the systemic by tubercle بس الله يبقى أهم حاجة إنه يبقى موجود في مكان واحد أو عدة أماكن ولكن without invasion to systemic by tubercle بس الله إزاي زي مثلا عندي يكون فيه localized TB مثلا فيه لنفنود معينة زي الريتروفارينجيا لنفنود أو sub maxillary lymph node without evidence of disease elsewhere بدون وجود disease في أماكن أخرى أو مثلا يكون عندي localized TB في lung and associated bronchial lymph node only بس يوقف على كده ده اسمه إيه؟ اسمه localized TB الحالة التانية من localized TB إنه يكون الباصلاء دخلت في portal veins بتاعت الليبر وبالتالي تعمل لي ملياري TB في الليبر مع فيو ملياري TB في اللاج بس يبقى ده برضو localized TB الحالة التالتة إنه يبقى lesion lesion أو lesion present فين؟ في substance أو أو capsule of an organ أو associated lymph node بتاعته ده يعتبر برضو localized TB دول التالت حالات بتوع localization طيب الحكم عليه إزاي؟ الحكم عليه على حسب المكان على حسب الليم فنود اللي موجودة إيه؟ اللي موجودة فيه فعندنا بالنسبة للجارجي منت عموما بقى الجارجي منت اللي لوكالايزد إيه؟ للوكالايزد tuberculosis إزا كان اللوكالايزد TB موجود في منطقة الهيد يعني اللي جون موجودة في الريتروفارينجيل السب مكزيلري أو البروتد لينفينود في الحالة دي بعمل إيه؟ condomination للهيد including tongue including tongue ده بالنسبة للايه؟ للهيد طيب لو اللي جون موجودة في organ أو فيسر موجودة اللي جون في الكابسول أو في السابستانس أو في الاسشيتد لينفينود بتاع الأورجان أو الفيسرة بعمل condomination لهذا الأورجان أو لهذا الفيسرة طيب طيب بالنسبة للكاركاس الكاركاس بقى ده حاجة كبيرة كتلة كبيرة على بعضه فلازم أقسمها لإيه؟ لمناطق فإذن إعداماتي إعدامات أو condomination للكاركاس بارتس تبقى according to the affected ايه؟ according to the affected lymph nodes وده اللي احنا هنعرفه وحدة وحدة في الباقي المحاضرة فمثلا لو أنا عندي يعمل نيجي نشوف بقى الحكم على الكاركاس lymph nodes في localized TB هناخدها جزء جزء هناخد الفور كورتر الفور كورتر ماشي؟ والفور كورتر والهيند كورتر طبعا أنا عندي الكاركاس عموما عبارة عن جزئين أساسيين الفور كورتر ماشي؟ والهيند ايه؟ والهيند كورتر يمين وشميل ليفت ورايت تمام؟ اللي فيصل بين الفور كورتر والهيند كورتر هو المسافة اللي بين الاثناشر والتلاتاشر يعني أنا باجي عند تولف ريب وبتوين تولف ريب and ثيرتين ريب and في الحالة دي بقسم بينهم يديني الفور كورتر والهيند ايه؟ والهيند كورتر طيب ده بالنسبة للينفنود افزاي؟ اللينفنود اوفزي فور لينفنود اوفزي فور كورتر نبدأ باللينفنود الاولانية اللي هي السوبرفيشال سيرفايكال لينفنود لو التيبي ليجون موجودة في السوبرفيشال سيرفايكال او البريس كابولر لينفنود وطبعا عشان مهم جدا في المحاضرة بتاعتنا نحن نرجع للمحاضرة رقم 9 اللي هي بتاع اللينفاتيك سيستم هتساعدنا وكمان محاضرة الباسوجينيس هتساعدنا جدا في فهم هذه المحاضرة يبقى أنا عند دلوقتي السوبرفيشال سيرفايكال لينفنود او البريس كابولر لينفنود لو موجود فيها تي بي بعمل كون دامينيشن قات فيفث انتركوستال سبيس عند الخامس انتركوستال سبيس بنعدم عند الخامس انتركوستال سبيس متجهن ناحية ناحية فورورد بمشي باعدم جزء هنا يعني أنا باعدم من هنا وده اللي يتعدم ده اللي يتعدم مش اللي ورق لأنني أتكلم دلوقتي على الايه على الفور كوارتر المنطقة دي من الفيفس انتركوستال سبيس لو قدام توفورد دي بنسميها ايه بنسميها الشورت فور كوارتر الشورت فور ايه فور كوارتر هنا برضو نفس الكلام من هنا لقدام كده بتعتبر دي الشورت فور ايه فور كوارتر لو البروس كابولر او اللينفنود التانية اللي هي الأجزيلاري لينفنود ودي دي بسيتة برضه لينفنود في المسلز بتبقى موجودة تحت كده مدفونة في العضلات اللي هي تحت الأجزيلاري لينفنود لو هي مصابة لوحدها يعني قالون كن دامن عند من هنا لقدام ده اللي بيتعدم طيب وزقيني أذر لينفنود في بعدم فين بعدم عند التاسع انتر كوستر اسبيس التاسع انتر كوستر ايه التاسع انتر كوستر اسبيس برضو ايه فورورد ودي بنسميها في الحالة دي من عند التاسع انتر كوستر اسبيس ومتطلع لقدام دي بنسميها ايه فول فور كوارتر الفول فور كوارتر تمام وهنا هو نقدر برضو اللي اعتبر الايه التاسع لقدام دي بتعتبر الفول فور كوارتر دي بنسبة للايه لينفنود التانية اللي هي الأجزيلاري طيب التالتة التالتة اللي هي اللي هما التلاتة دول التلاتة دول اللي هما مين اللي هما الكوستوسيرفايكل والبريسكابولار والبريستيرنال الكوستوسيرفايكل اللي هي ال-R ماشي البريستيرنال اللي هي ال-P وال-O اللي هي البريستيرنال اللي هما التلاتة دول مع بعض لو واحدة فيهم one or more of these lymph nodes affected by TB lesion كن ده من عند وعرفنا خلاص ترجع للشريحة السابقة تمام وفورورد والتاج اللي قدام طيب لو اللي هي موجودة في واحدة منهم او اكتر chronic lesion in one of them لو فيه chronic lesion في واحدة فيهم وال-Axillary not affected في الحالة دي بعد ما عند third intercustress space ومدام قلت third يبقى الشلدر عدة يبقى الشلدر ايه عدة يبقى الشلدر مفيش في مشكلة تمام امتى لما يكون فيه chronic lesion one of them مع الأxillary not affected اما one of them affected والأxillary معهم كمان يبقى بعد ما عند لإيه عند ninth intercustress space اللي قدام برضو forward وده منسميها ايه منسميها full four quarter الرابع رابع الانفنود عندنا اللي هي super sternal الانفنود اللي هي الان super sternal الانفنود اللي هي الان دي اللي بيسموها super sternal أو بيسموها codal sternal لو هي اقن لأفكتت بس بدون باللورال افكشن بعمل للبريسكت والبليت فين هما البريسكت والبليت اللي هي القطعية دي والقطعية دي بريسكت والبليت مع بعض دول بعدين هم في حالة لما يكون الكود السيدن الافكتت بدون باللورال افكشن طيب لو هي افكتت ومعها باللورال افكشن بعمل 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 بالبيسكت والبليت يبقى البيسكت والبليت مع الشيست وال او ان انا معمل시 advanced ونزغ للبلور بعمل لبلورة وكمان مش نزع بس للبلورة لا نزع للبلورة ومعاها لفوركوارتر يعني ايه كلمة كلمة ده مصطلح هنسمعه كتير اللي هو كوندامنيشن للفرتبري للريبس للإنتر كوستال مصيلز للإستيرنام والدايفرام تمام كل ده بالنسبة للايه بالنسبة للسوبراستيرنال لو معاها علامة معاها في البلور لكن لو السوبراإستيرنال معاها علامة فأص L-AX. هنا بعد بعد عند التى مصط اللي يهative تهاجئ الفوركوارتر وبعد طبعاً إيه فور Lei AR ستحصل لما تهاجئ على فوركوارتر خامس إلي الينتر كوستال مصطل المصطل مصطل مجموعة الإيم班 يه々 انتر كوستال ده هيدا بين الضولوب دي من ll Europeans with intercustal أو أعمل ostring لل forecourt ويعني أي ogstring لل forecourt يعني condimination vertebrae ae inc баг mig and rename and proph Bangladesh عندنا بعد كده رقم 6 اللي بسمعها sub-dorsal lymphpenuta أو بسمعها tradersic doorsal lymphbenuta و Idaho가 될� Azure этим الفات of the lung أو اللي هو الفات يعني Btwin a septiembre à a room at a hotel يعني worth the vertebrae والاورتطة فيه بينهم ايه فات بيسموه مدياستاينة ايه فات ودايما الساب دورزة اللي انفروض بتطلع مع البلاك مع اللانجو والايه والبلاك بتخرج برا لو الساب دورزة اللي لقينا فيها افكشن بالتي بي بعمل اوسترينج للفوركورتر ويعني ايه اوسترينج للفوركورتر يعني كوندمييشن للفرتبري للريبس انتركوستر المسل للستيرنام والديافران تمام والديافران آخر حاجة عندنا اللي هو البلوره اللي هو الغشاء الخاص بالشست او الخاص بالسوراسة كافيتي هذا الغشاء لو كانت الافكشن الموجودة في البلوره ل Alison وبدون ليجونز في الاسوشيتد كاركاس لينف نودز بعمل في الحالة دي ستريبنج للبلوره او كوندمينيشن للشستول لعمى ستريبنج للبلوره لاما كوندمجن للشستول دائمتا لما يكون تي بي في البلورة travelling طبلاو جينرا لايز او دفيوز لو دفيوز احدد هل الديفيوز ده اكيوت ولا كرونيك? لو اكيوت في الاول اكيوت دفيوز بلوريزي او اكيوز دفيوز تيو بيركلاس بلوريزي كوندامينيشن فين بقى? ها? كونداميشن عند سمعنا كلمة دي الاول مرة. الله. وليه عشان نعدم كلها معاها كام? معاها الديافرام. عشان نعدم كلها ومعاها كمان الديافرام. فعشان اضم الديافرام للموضوع لازم ارجع ورا شوية كمان. عن التاسع ارجع للعشر والحداشر عشان اعدم يبقى انا اعدمت الايه الديافرام مع الفور كورتر. ده لو اكيوت دفيوز بلوريزي. طيب لو كان دفيوز وكرونيك لها حالتين. لو دفيوز وكرونيك والاكزيلاري بوزوتيف بعمل عند ناينس اه انتر كوستال اسبيس. ناينس انتر كوستال ايه كوستال اسبيسيلية الفور كورتر. طيب لو كانت البلورة دفيوز وكرونيك والاكزيلاري نيجاتيف بعمل في الحالة دي ايه اوسترنج الفور كورتر. يعني ايه اوسترنج الفور كورتر? يعني بيعمل كوندامينيشن ليه? الفيرتبري. الريبس. الانتر كوستال مسلز. الاستيرنام والديافرام. طيب كده خلصنا الفور كورتر. نبدأ في الهايند كورتر. برضو احنا لسه بنتكلم في لوكاليزي تي بي. واللي بيعتمد باخدها منطقة منطقة. حتة حتة. لنفنود لنفنود. هنا هنبدأ بيه الايه? مش هنبدأ باللنفنود زي اللي موجودة في الهايند كورتر. هنبدأ بيه الغلاف الرئيسي اللي بيغل في منطقة الايه? منطقة الابدو من اللي هو البريتون. اللي هو البريتونيام. فالبريتونيام لو كانت الليجون الموجودة في طبعا البريتونيام زي ما انت شايفي كده. ده الديافرام. هنا البلورة. وفوق هنا الايه? البريتونيام. فلو البريتونيام ده الافيكشن اللي موجودة فيه بدون وجود افكشن في الاسوشياتد كالكس لينفنودز يعني ما هذه اللينفنودز اللفاء اللارج من طولفاء فيزبل تي بي في الحالة دي يبقى فيه لكاليزيشن للبروتينيام بعدم البروتينيام فقط طيب لو كانت البروتينيام فيه افكشن وهذه الافكشن ويدس بريد افكشن بس ما وصلتش للبلفك كافيتي بعدم اللايون بعدم القطعيات دي اللايون والرمب والديفرام اللايون والرمب لا البعدم اللايون والثيم فيلانك اللايون والثيم فيلانك والديفرام اللايون والفلانك والثيم فيلانك والديفرام دول اللي أنا بعديمهم في حالة لما يكون الليجون موجودة في البلو في البروتينيام وموصلتش للبلفك كافيتي طيب لو وصلت البلفك كافيتي ويدس بريد وصلت البلفك كافيتي بزود على التلاتة اللي أنا لسه أقلهم اللايون والثيم فيلانك والديافرام بزود عليهم كمان منطقة منطقة الرامبستيك دي كمان بعدما هي الأخرى ده بالنسبة ليه للبروتينيام وحالاته البروتينيام وإيه وحالاته طيب نبدأ في اللينفنوز الموجودة في الهيندوكوارتر عندي اتنين لينفنوز مهمين جدا اللي هما الاليك لينفنوز بنسميهم اكسترنال اليك او انترنال اليك على الرسمة هما اللي هما الـ E وال-F او بنسميهم ايضا راترال اليك وميديا اليك lateral iliac على الكاركس اوهما وال medial iliac الاتنين دول لو only affected with chronic lesion لو only affected iliac واحدة او اتنين فيه affected with chronic lesion بعدم ايه بعدم الرمب بعدم ايه الرمب بس ده الرمب بس طيب طيب لو كانوا affected لو كانوا ايه any other وكمان معاهم كمان any other linfinoid of aind quarter في الحالة دي بعدم فين بعدم عند التاسع intercostal space بس خلي بالك هنا بامشي فين بالاعدام بتاعي backward يعني من التاسع وانت راجع لورا من التاسع وانت راجع لورا دي في حالة لما يكون iliac ومعاها اي linfinoid تانية في linfinoid quarter طيب بالنسبة لللمبر اللمبر اللي هي المجموعة دي المجموعة اللي هي اللي هي linfinoid 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 بس بعمل linfinoid بس اللي هو ده طيب لو مع any other linfinoid بعدم عند التاسع intercostal space واراجع لورا add the number على الكاركس واد the number على الرسمة تمام الاعدام بيبقى لو localized line بس لو مع اي اثر linfinoid من عند التاسع وانت راجع لورا backward في عندي طبعا linfinoid مهمة جدا موجودة في الفخدة الخلفية ماشي اللي هي في linfinoid في linfinoid في linfinoid يعني أو في اللي هي البوبليتيا linfinoid البوبليتيا linfinoid اللي هي ايه مكان نهو او موجودة هنا في منطقة الفخ زين ماشي اللي هي البوبليتيا linfinoid وهي ديب سيت طبعا في المصر وهنا موجودة هيا ايه في منطقة ايه مغروزة في قلب فقققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققققق الليمفنود والهيب جوينت الي هو ده هو بقيس المسافه و النص بالزبط قوم جايه قاطع وعدمεί mattered ago, warbethانًا. ده بالنسبه للليمففنود بس اللي مصاب. طيب لو value مع انا ازر lightly hiinder kwater. بعدم الفول behind quarter بعدم الفول ايه؟ يعني عند التاسع intercoolster res COVID-19 لورا على عند التاسع intercoolster res of s الورة دي لي Francesca�ancki still Delaufry. ده البوبليتيا فيze برضو الاسكاتيك لينفنود اللي هيا زي ما احنا شايفين كده اللي هي جيي على الرسمة اهي او هنا على الكاركس هيا موجود الاسكاتيك لينفنود. الاسكاتيك لينفنود دي لو لوحدها كن دايمن للرمب Phi كن دايمن ايه القطعية دي الطيب has any other بعدم عند اللي ايه التاسع الهوهES الاينس انتر كوستر السBIS اللي بنسميها ايه allezfu feeling followers situation وطبعا مدامك كلم هاند كواتري بعد باش؟ لورا من عند التاسع وانا راجع لورا ده بالنسبة للأيه الليلسكياتيج لنف نود عندنا برضو بالنسبة ل falso غدتين مشوريتي جدا اللي هما السبرفشل انجوينال اللي هي هنا بي على الرسمة المشي السبرفشل انجوينال او السبرامان ring اللي هي دي على الكاركس في الميل لو مصاب لو السبرفشل انجوينال مصابة في الميل. بنقدم التستس والسكروت الفان لو الصبر مامري مصابة في الفيميل بعدم الأضر. بعدم لايه? القضر. طيب في عندنا Sanders اليك للمفينود. او بيسموها البريفيمرال للمفينود او بيسموها البر الكورول للمفينود اللي هي دي. تمام? دي لو مصابة لوحدها كوں من للفلانك بعدم كون دمانيشن ليه? كون دمانيشن ليه الفلانك لان اصلا هي لزقة في الفلانكاي. فبعدم الفلانك مع اين ا Khalنفينود بعدم الفل هايند كورتر اللي هي عند التاسع او ناينسي انتركوستيس بيس طبعا ايه باكورد طبعا ايه باكورد ده كده اه تي بي اللي هو بعد فيه اجزاء طب امتى اعدم الكاركس كلها على بعضها بقى الكاركس كلها تتعدم على بعضها في حالتين في حالتين اتنين رئيسيتين الحالة الاولى انه يكون اي حاجة اي حالة من الحالات اللي احنا قلها اللي فاتت دي كلها اللي هو يعني اي مع ايمسيشن طب ليه لان موجود ايمسيشن معناها ان فيه long standing tb معناها ان فيه long standing tb مع localized يعني tb يبقى فيه localized tb ومعها ايمسيشن يبقى اكيد اليمسيشن جاي نتيجة tb فانا عندي localized tb وامسيشن total contamination للكاركس كلها ادي اول حالة الحالة التانية انه يكون عندي ايه generalized tb ويعني ايه generalized tb يعني فيه evidence of recent arterial invasion في recent arterial invasion الباصولاي دخلت البلد وبالتالي يبقى فيه عندي generalization حصل وبالتالي يبقى كل الكاركس والاورجنز والفسرة مست بيكون دمي طيب الجينالاليزاشن ده مو يبقى حالة من ستة حالات حالة من ستة حالات اللي احنا هنتكلم عليهم دلوقتي واحنا ماشيين واحدة واحدة الحالة الاولى اللي هو acute milliard tb of both lungs with evidence of tb elsewhere ده يتحفظ زي ما هو كده بالظبط acute milliard tb of both lungs للtwo lungs مع evidence of tb في elsewhere يعني في مكان اخر طيب يعني ايه milliard tb خدناها قبل كده يعني very large number of millitseed side tubercles equal size equal age uniform distribution both lungs affected اللنج بتبقى enlarged with evidence كل ده معناه كلمة milliard tb طيب what say where? what say where يعني ان milliard tb مش مقتصرة فقط على lunges فقط لا ده كمان موجودة في اماكن اخرى في اماكن ايه اخرى يعني خاصة الكدني والسبرين لو تحقق هذا الشرط اللي احنا قلنا عليه ده هو ايبا كده على طول بعمل total condomination لهذه الحالة طيب لانه general tb generalis db طيب لو انا عندي الحالة التانية اللي هي multiple يعني ايه multiple يعني موجود في several organs او parts دي كلمة multiple طيب يعني ايه برضو? multiple and active progressive legion of Tb multiple اللي عرفناه انه موجودة في اماكن متعددة طيب active progressive legion active progressive legion حاجة من اربعة لاما يكون فيه congestion حولين il nietion يعني فيه عندي 붙 gjorde بتاع تي بي موجودة وفيه حواليها congestion ده دليل على وجود لايه دليل على وجود العادي ال agitive progressive legion انه يبقى argent congestion اوي لو احنا دكت اهنا هتلاقي فيه congestion حولين ليجونز هنا يفيكم حولانيlli ليجونز طيب اللي هي بتصرف مكان معين او بتعمل لمنطقة معينة بتبقى يبقى انا عندي اللين فنود اهل زي ما انت شايف كده ادي اللين فنود شايف اليه الان لارج دو ايه الان لارج دو فلو الين فنود ده معنى هذا ان دي اكتف بورجريسيب ليجون اكتف بورجريسيب وده الشرط الثاني من الحالة بتاعتنا أو القانون بتاعنا إنه تكون multiple وactive progressive طيب الحالة اللي بتحقق الactive وproductive legion التالتة اللي هي بيقى فيه عندي إيه يبقى فيه عندي كازيس فوكس وحواليها مليت سيد سايد إيه عندي كازيس إيه كازيس فوكس وحواليها مليت سيد أو سيفرال سمول مليت سيد سايز ليجونز دي الحالة التالتة أو إنه يكون عندي بريك داون ليجون ومدام فيه عندي بريك داون ليجون يبقى دي إيه طبعا، يعني إيه بريك داون ليجون لافتكر تاني، إن هي ممكن تكون حاجة من اتنين لإما دراي كازيس ماسس إنتر سبيرس دوز بلد سبوتز اللي هي دي علامة إيه إيه علامة البيريك داون؟ أو عندي هنا إيه accelerating كازيس ماس أتلاقي هنا فيه بلد سبوتس بسيطة في إيه إنتر سبيرس دوز إيه أو الحاجة الثانية اللي هي بتبين الليم فنود اللي انفنوه ده وفيها ايه بقى فيها فيها او فيها يعني يكون يكون فيها زي دي لكن دي اللي اربع حالات دول بيفصروا لي كلمة اي حالة فيها دي حالة Total Condemnation أو حالة Generalization الحالة الثالثة أن يكون عندي يعني إيه يعني يعني الليجون موجودة في two or more carcass lymph nodes يعني إيه carcass lymph nodes يعني هي كل الليمف nodes الموجودة في البودي معدى الهد كل دول ما يعتبروش إيه كاركس أي حاجة غيرهم موجودة في الكاركس بتعتبر إيه بتعتبر كاركس lymph nodes تعتبر كاركس إيه كاركس lymph nodes فإذا كان عندي يعني في مكانين أو أكتر يعني الليجونز الليجونز موجودة in two or more carcass lymph nodes ماشي two or more إيه carcass lymph nodes إيه هي الكاركس lymph nodes عرفناه طيب كون إن الديزيز موجود في two or more carcass lymph nodes ده دليل على إن الباس اللاي موجودة في البلد وموجودة في المصر وده دليل على الجنراليزيشن يبقى دليل على التوتال كوندميشن بس إحنا قلنا قبل كده عشان نعرف حالة جنراليزيشن لابد إن إحنا نحكم علىها الأول أكيوت ولا كرونيك طيب لو كانت أكيوت إنفلترياتف كيزيس ليجونز لو أكيوت وإنفلترياتف كيزيس ليجونز بعمل توتال كوندميشن طب إذا كانت الليجون في الحالة دي في كذا لينفنود لكن الليجون فيها كرونيك ليجون يعني كالسيفيكاشن وإنكابسوليشن يعني إيه؟ يعني مفيش بص اللهي في المصر يعني إيه برضو؟ يعني local او partial condomination. ما قدرش هنا عمل total condomination لان ال legion مش acute. ال legion هنا ايه? chronic. ال legion هنا ايه? chronic. بنذكر تاني ان انا في عندي exception. ال lymph nodes اللي بيتحكم عليها انها كركس lymph nodes يا كل lymph nodes ما عادة. except. lymph nodes of the head. lymph nodes of the thoracic and abdomen organs اللي هي removed اثناء ال evaceration. ومعاهم نضم اليهم sub dorsal lymph nodes. ازاي foid lymph nodes. sub dorsal lymph nodes قلنا اللي بتطلع مع الايه? مع اللانج والمديستاين الفات. ازاي foid اللي هي الام. ماشا السوبرا ستيرنل اللي هي الان. البري ستيرنل اللي هي الايه? اللي هي الاو. دول ما لا يعتد بيهم مع الكركس lymph nodes. اي حاجة غير ال head والاورجنز والااا اللي هي removed ده اثناء ال evaceration والاربعة lymph nodes دول. اي حاجة غيرهم. لو ال legion موجودة فيهم في اي اتنين او اكتر lymph nodes. وال legion تكون. وال legion تكون active. في الحالة دي تعتبر ايه? حالة generalization وبنعمل total condomination. طيب. دي الحالة. الحالة الرابعة ان يكون في عندي diffuse acute legion. diffuse منتشر. acute خلاص عرفنا يعني ايه اكيوت. diffuse acute legion. في كل من. of both. بلورة اند بروتينية. في البلورة والبروتينية من اثنين. associated كمان with enlarged or tuberculous carcass lymph nodes. يبقى مش بس يكون ايه? diffuse acute legion في البلورة والبروتينية مبس. لا. ده associated كمان مع enlarged او tuberculous carcass lymph nodes. في الحالة دي تعتبر حالة generalization. طيب. حالة الأكيوت legion اللي موجودة في البلورة او البروتينية بتبقى ازاي? الاكيوت legion بتبقى فيه. cirrus من برينزي دي بتبقى red and velvety granulation. زي دي كده. red and velvety granulation. وبتبقى ما لها? بتبقى طبعا ايه? maybe spread over greater part of bellura and protein. زي ما احنا شايفين هنا او هنا. greater part of bellura او ايه? او بروتينية. ده الاكيوت. طبعا في اه عدد قليل من الحالات اللي بتصيب البلورة والبروتينية بتبقى جاية نتيجة بتبقى جاية نتيجة ايه? وطبعا لو هي جاية عن نتيجة هموتوجيناس اورجن فانتهى الموضوع خلاص فهي حالة اصلا بتبقى break down form والمسل بتبقى مصابة وعلى طول بتبقى تمام? نتيجة ايه? لكن لو انا عندي بيرلز ديزيز زي ده مثلا كده. وكانت الليجون اللي موجودة في البييرلز ديزيز هي ليجون آآ كورونيك وبالتالي المسلز هنا مش مش ماشي المسلز هنا فري في الحكم هنا ما يبقىش ايه هايبقى حالة ايه? هيبقى حالة آآ لوكاليزيزيشن شوية حالة ايه? لوكاليزيشن. تمام? لكن القانون منطوق القانون بتاعنا هو ان يبقى في عندي defuse acute lesion of both blura and protein associated with enlarged or tuberculous carcass lymph node. الخامسة اللي هي يكون عندي primary tuberculous infection. بريسنس of primary tuberculous infection. فين؟ في الريسبيراتي والديجيستف. يبقى انا عندي الديجيستف والريسبيراتي فيهم ايه؟ فيهم primary infection. طيب. بلس بالاضافة الى active or recent legion. بالاضافة الى active or recent legion. فين؟ في السبستانس of any two. في السبستانس of any two of the following. اللي هم مين؟ الكدن. السبلين. الأدر. اليوترس. التستيكلز. البرينز. سباين الكورد. او زير من برينز. او زير ايه؟ او زير من برينز. يبقى انا عندي يكون فيه primary infection في السبيراتي والديجيستف ومعهم active or recent legion في اتنين من دول. في اتنين من ايه؟ في اتنين من دول. لو دي تحقق الشرط ده تحقق يبقى دي حالة generalization يبقى total بقى. يعني فيها calcification and encapsulation. طبعا دي بتبقى ايه؟ بتبقى sufficient ان انا ايه؟ ان انا release it as local او partial condemnation. مش هنطبق بقى على اذا لذلك احنا قلنا ايه؟ لما نقول حالة generalization لازم نقول الاول acute ولا chronic لان acute لها حكم وcoronic لها ايه؟ حكم. الحالة الاخيرة عندنا اللي هي حالة ايه؟ حالة الكونجينتال tuberculosis في الكامل. والكونجينتال هي رير. هو رير كومبيليكيشن of inutero tb infection. while the risk of postnatal transmission is higher. يعني ايه؟ يبقى الكونجينتال تي بي ممكن يحدث اثناء وجود الكاف داخل الرحم ويحدث انفكشن جوه الرحم او يحدث انفكشن بعد الولادة مباشرة. بعد الولادة ايه مباشرة؟ طبعا عشان نفهم الكلام ده بناخد بعض التفاصيل البسيطة. فبيقولك ان الكاف مثلا كان بور وستي بي كونجينتالي. امتى? when infected with mycobacterium bovis منين? ايزر. فيا. ماشي؟ لا اما عن طريق الامبلكال فين اللي هو بيجيب من infected genital tract of the dam او امبلكال فين برضو بيجيب منين؟ بيجيب من infected placenta. يبقى الام نفسها مصابة او البلسينتة بس هي المصابة وينتقل في الحالتين عن طريق الامبلكال فين الى الايه? الى الكاف. او ان ما يحصلش عن طريق الامبلكال فين. يحصل الاصابة عن طريق الامنيوتك في لووود. يجي الكاف نفسه يحصل له aspiration او ingestion للامنيوتك في لووود. وهو جواه هو الجواه ايه? وهو جواه الرحم. فتحدث الاصابة بهذا الشكل. طيب برضو عشان نفهم الكلام ده اكتر لابد ان احنا ناخد فكرة بسيطة عن الفيتات سيركوليشن. وان الفيتات سيركوليشن. الدم عشان ينتقل من الام الى الجنين بينتقل عن طريق البلسينتة. ثم يجمع ويروح الدم المؤكسج عن طريق الامبلكال فين الى مين? مش الى الهارت. يروح الى الليفر مباشرة. وده بيغير موازين الكلام كله. وبيقلب الدنيا تماما عن الاضل. فتلاقي مثلا ان الليفر والبورتل. هي اللي المورف على عكس الاضل. ليه? لان الدم دخل مباشرة في في الفيتات سيركوليشن الى الليفر الاول. مش رايح للقلب الاول. رايح للليفر الاول. ده من يعني سبحان الله يعني. ولذلك تلاقي في الليفر تلاقي التيوبركل بس اللهي. مش مش طبعا الاضل تبيحصر فيه العكس. الاضل تبيحصر فيه ان اللنج هي اللي بتصاب الاول. ثم الليفر. لا هنا الليفر اللي بتصاب الاول. بعد كده تيجي اللنج. بعد كده تيجي اللنج. طيب فرضنا ان هو ما اخدش الانفكشن في 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 الوطرس. ممكن ياخدها after birth. ان يونييتس كان also be infected even at an early stages following delivery. اما عن طريق الانهاليشن لانفكتد دروبلتز او عن طريق الانجيشن لرو ملك او 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 ايه؟ او كلسترم. منين من انفكتد كان؟ يبقى الاصابة تبقى inhalation او injection. inhalation او injection من infected كامو. طيب. في الكاث بتبقى generalized. طبعا احنا اللي نعرفه في الادلت ان البرامر الانفكشن localized. لا هنا بقى البرامر الانفكشن في الكونجينتال بتتطبر ايه? generalized. generalized. بتبقى شكلها ايه? بيبقى فيه للمفنود infection. بيبقى فيه testimonials來able infernoody infection. بيبقى فيه frequent lesions موجودة في الابدومنال cavity. بيبقى فيه frequent lesions في kidney ول��سبلي يبقى دي الشكل generalization بتاع الprimary infection فيه كاف بيبقى فيه بيبقى فيه frequent lesions في الابدومنال cavity. وفي frequent lesions في لكن البريردومنالز بتبقى موجودة في إيه؟ في Love soles. اللي نفسها بتبقى ازgue? elite نفسها في اللينفينودز بتبقى enlarged وإيه لكازياشن وزاوة نديول فورميشن وزاوة نديول إيه فورميشن بالنسبة للأورجنز الأورجنز بقى بتبقى الأورجنز بتبقى الليجون موجودة فيها سموس ممكن تبقى وايت ماشي كريمي ما تلاقيش بقى كازياشن والكالسفيكياشن الحاجات دي المعظم الأعضاء اللي بتتصاب بتبقى الليفر السوراس الكافيتي اللنج اللنج وريليتت لينفينودز وريرلي في البلورة ده مثلا على سبيل المثال تلاقي فيه تلاقي فيه تلاقي فيه مثلا ملتبل جرانيلومة ممكن تبقى صور مختلفة موجودة في القاف اللي هو ثلاث أسابيع طبعا مهم جدا من أهم الأشياء اللي داخل بالك منها في القاف عشان تشوف فيه كونجينة ترتبية ولا ما فيش هم الثلاث حاجات دول الليفر البورتال لينفينود والمدياستاينة لينفينود والمدياستاينة لينفينود اليادي مدياستاينة لينفينود تمام لذلك يقول لك يقول لك الكاف عشان اه يبقى مجرد ان انت تجيب ينزل كاف وتلاقي فيه لينفينود مشابهة لبتاعة التي بي في الليفر والبورتال سيستم بس ده معلها ان كونجينة تي بي تمام تمام طيب مفيش مانع برضو ان الليجون مش بس متوقفة لك ممكن تروح ايضا للايه ممكن تتحصلة لينفينود ان تروح ايضا للاそうですね فدول صورتين اه انا شدت ان انا انا حصلت عليهم خمسة وعشرين يوم لها اه اه two twenty five day كاف اه وكان موجود white two yellowish nodules اه 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 حالة تانية مثلا اللي هو fifty day old كاف تلاقي فيه كالو Fish is أرياس تلاقي فيه nicroticos areas ما فيش مانع اللي تبقى موجوده في اللان جاء برضو ولكن الاكثر والحتمي اللي هو الايه اللي هو هنا في عندي نقطة مهمة جدا عشان اتأكد وابا متأكد مني داكن جيني تالتي بي فيه نقطة تتم مهمين جدا اولا ان ما يباش عندي في الليجون في الاماكن ديان مفيش كالسفيكيشن في الليجون تمام ما يباش عندي كالسفيكيشن في ايه في الليجون النقطة تانية عمر الكاف نفسه لغاية 14 اسبوع مليون في المية تقول ان داكن جيني تالتي بي بل عندي نزل كاف وعمره مع الداشرة 14 يوم بقول ان دا على طول وفيه الليجون على طول بيبقى ايه على طول بيبقى كونجيني تالتي بي مفيش كالسفيكيشن على طول نقول ان هو مفيش ايه مفيش ليه لاني ليه شمعنا 14 لاني عشان النيديول تظهر او النيديول لايك تظهر بتحتاج واحد وعشرين يوم ف14 يوم مؤكد على طول ان دا ايه كونجيني تالتي بي كونجيني تالتي بي وبالتالي عندي حالة كونجينتال كبيلة ما بتنزل معناها جينيراليزيشن على طول وبالتالي سواء كبقى جات الانفكشن من يوترس أو لما نزل المهم انه حصل كونجينتال اه اه انفكشن والكونجينتال تعتبر حالة جينيراليزيشن وبالتالي على طول بعمل لها اه توتل اه كوندمينيشن اه اشكركم شكرا جزيلا على حسن الاستماع وعزرا يعني على الاطالة ونلتقيكم ان شاء الله في محاضرات قديمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته